انت حابب تفتح شركة بألمانيا وحاسس انه هي الشغلة مستحيلة بأكد لك أنا بعد ما انت تسمع هاي الحلقة لح تعرف انه ما في شي مستحيل وكل شي تقدر تحققه بألمانيا بتمنى لك حلقة حلوة خلينا نبلش اهلا وسهلا فيكم حبايبي اليوم الحلقة الجديدة تبعنا بتحكي عن شخص عاش ايام ما كانت ايام سهلة عاش ايام ما كانت ايام عادية وشاف بحياته اشياء صعبة وبالرغم من هيك طلع لقدام وقدر يحقق الشي اللي هو حال كان يحققه انا هاد الشخص بعرفه من ايام سوريا وبعتز بمعرفتي اليو وبحس انه هو عنده رسالة بحس انه عنده قصة مختلفة عن باقي القصص اللي بنسمعه دائما عن قصص اللجوء وهي الشغلات ولذلك انا حبيت انه اعمل معه هاد اللقاء واسمع منه شو كان هو يفكر بهذاك الوقت وشو كان الحافز تبعه انه بالرغم من كل الصعوبات اللي واجهته يكمل ويوصل للي وصل له وانا بشوف حتى يمكن لو حتى الشخص البعيد يشوف انه هو ما حقق شي كبير انا برأيي انه هو حقق انجاز كتير كبير ولذلك انا استدعيته لعمار عمار اهلا وسهلا فيك اهليا فيك عمورة الله يسعدك انا عمار من دمشق عمري 1220 سنة درست ادب انجليزي سنتين درست طبعا بكالوريا ودخلت فرع ادب انجليزي سنتين ما كملت بسبب يعني الاوضاع وبسبب الحرب وكنت اشتغل بمحل بالعطورات نحن عنا محل للعطورات لنا وهلأ حاليا انا موجود بالمانيا من حوالي تقريبا لخمس سنين عمار خلينا نبلش مباشرة بعمار هلأ بعد خمس سنين بعمار يعني شو اللي عمار عمار حكيلي عن مشروعك حكيلي مين انت او حكيلي شو الحافز يلي خلاك تعمل هاد المشروع واللي خلاك ينجح لهاد المشروع فضل هلأ بالحقيقة انا شخص متعلق كتير سبحان الله بهذه المهنة اللي هي مهنة العطور يعني ولي معها زكريات كتيرة الاصلية فكل ما ارى محل العطورات الاصلية فادخل ل اراديا pricing عن المحل احبك كتير بخ وشمل روايح وتذكرك كتير ك aquesta المهم معروف العطور قلively زكريات يعني بترجعها كلية فعلن لذكريات قديمة كتير hygiene طبعا احيانا كمان بدكون زكريات مشعة أكيد فكنت متعلق بالعطر بشكل كتير كبير وبهذا الماضي تبعه وأنا من الناس من الأشخاص يلي من وقت كنت صغير أنا ما بحب أشتغل عند الناس أطلاقا أبدا وهذا الشيء صراحي كان دائما واجه فيه مشاكل أحيانا ممكن مع أهلي أو ممكن مع الناس يفكروني أنه أنا ما بحب أشتغل أنا بالحقيقة مو ما بحب أشتغل أبدا أنا إنسان طموحه كتير بس بحب يكون إلي شغلي الخاص أنا ما بحسن أشتغل أبدا تحت أمرت حدا يعني شيء مو بقيدي فيه ناس بتتحمل أنا سبحان الله ما بتحمل أنا بنرفز أنا من الناس اللي جدا بالدايق أني مثلا أعرف حالي هلأ لازم روح على البيت والله بتينام بكير ليش لأنا عندي بكرة فيقة بكير لازم روح على الشغل وإذا ما رحت ممكن المعلم يتدايق مني أو يقل لي والله بديخصم لك من راتبك أنا ما بحب أبدا تكون رائبتي بإيد غيري خصوصا بالشغل يعني هنا في مثل بالألماني بيقول أنه بيوصف هدون الناس اللي دائما كل يوم الصبح بفيقوا بيروح على الشغل وبيرجعوا على البيت حمس تاراد يعني بيضلوا مثل الفار بيضلوا عم يدوروا بهذا الدولاب اللي بيحطوا له نياب قلب الأفاس بيضلوا عم يدوروا بقلبه طول الوقت وما بيعرفوا أنه هنالساعتهم قاعدين بمطرحهم فأنت عمار حبيت؟ بالزبط تماما أنا هيك طبعي سبحان الله بحب كون حربي عملي حربي حركتي ما بحب أي شيء قيدني اليوم اللي مثلا مالي فيه ممكن ما أشتغل أبدا ما عندي إني مشكلة لأنه شي راجع إلي هذا طيب عمار أنت بالنهاية يعني كنت كمان لاجئ من القادمين الجدد وما عندك الإمكانية المادية أنك تفتح هذا الشغل ما كان في عندك الإمكانية أنك معارف بيهم بألمانيا يعني بمكان غريب أنت ما بتعرف فيه حدا ما فيه دعم أبدا لا مادي ولا معنوي ولا أي شيء وانت بالرغم من هذا الشيء اللي قلت أنا بدي أعمل هذا الشيء فممكن تشرح لي شلون وصلت أنت لهذه الفكرة أنه تقول خلاص أنا بغض النظر لو الفكرة مكتبة للفشل من الأساس أنا بدي جرب تماما بالضبط هلأ بالحقيقة أنا بستغرب أحيانا من حالي أنه ليش أنا ما أجد لهذه الفكرة من البدايات يعني أنا تأخرت فيها حتى في صراحة بس سبحان الله كانت وهلأ لحنا أضطر أكيد لهذه المواضية لأول قدومي وطبيعة البلد واللغة وكذا كان في شوية عوائق بس بعدين خطر لي أنه أنا فعلا ليش ما بشتغل بالعطور أنا كنت عم دور من الأساس على شيء استقل فيه بالعمل فقلت أنا ابن المصلحة المصدر موجود أنا لازم أشتغل بهذا الشيء ولازم جرب فمتل ما أنت فضلت كان موضوع أكيد المادة يعني بيظل موضوع هو عائق فأنا شو بدي أساوي بهذا الموضوع فاتحت أهلي بالقصة واقترحت عليهم أنه أنا بدي أجرب لو تجربة صغيرة بهذا المجال فأهلي الله يخلي لي إياهم والدي وأخي وأمي يعني وافقوا عن الموضوع أكيد وحبوا يبعتولي كان التجربة كتير بسيطة ونسبة كتير يعني مثل ما بيقولوا ضع على هيك شوي لأنه مثل ما بتعرف أنت هو الصورة المرسومة كانت أنه أنا لازم يجي على ألمانيا أعود أن تعلم لغة ودرث شامة حتى أهلي كانوا يعني هذا تفكيرون طبعا أنا موضد أبدا كمان أنا كان عندي هذا التخطيط ولهلأ ما زال بس اقترحت عليهم هذا المونوع وحاولت أقنعهم كان في رفض بسيط بالبداية أكيد يعني كان موضوع أنه لا أنت لازم تدرس لازم تلتهى بدراستك وهذا الموضوع لأنه بيعرفوا أنه مجرد ما بدأ الإنسان شغل أو تجارة ممكن ما عدي يدرس يعني هاي الفكرة اللي عند أهلينا يعني بصراحة يعني أنا شخص بدي أني التفت لموضوع التجارة لموضوع أنه المستقبل فأطمح بهذا الشي كتير بس كان عند أهلي لا أنه أنت تماما مجرد ما شفت المصاري فأو صار بي أني تكشت مصاري حتنسى موضوع الشهادة وموضوع الدراسة نحن عندنا العقلية أنه الشخص لازم يكون معه شهادة كرمال لحتى يقدر يأسس حياة نيحة ويكون عنده وارد جيد كرمال يعيش منه ويقدر يأسس عائلة ولكن قديش فيه أشخاص إن كان بالوطن العربي ولا بغير بغير أماكن العالم قدرت تعمل إمبراطوريات بمليارات اليوروهات أو الدولارات وهنن ما معهن شهادات ما معهن شهادات عالية وإنما شافوا شغلة هي هنن بيحبوها وبلشوا يعملوها وما كان أساسا معهن اختبار أو شهادات فيها ومع هيك قدروا يحققوا أعلى الموارد فهي الشغلة أنا بتمنى من كل أب وأم من كل شخص بيحب للناس اللي بيحبوهم الخير أنه يشوف أول شي شو بيحب هذا الشخص هذا الولد أو هاي البن بيحبوا يدرسوا ولا بيحبوا يفوتوا للحياة العملية بسرعة ولا شو رأيك أنت أماهن؟ بالضبط مية بالمية نحن الفكرة دائما متداولة عندنا كانت بمجتمعاتنا نوعا ما أنت ما معاك شهادة معناته أنت إنسان فاشل أنت إنسان خلص مستحيل تقدر تساوي أي شيء برأيك أنه كانت ولا لسا تا هلا برأيك كانت وهي ما زالت أكيد لكن أنا بتوقع بتصور أن هلأ هي عم تخف أكيد ليش عم تخف لأنه عم شوفوا فعلا مننا نحن كشباب خصوصا لطلعنا برات البلد مثلا أديش أنجزنا وفيه إنجازات كانت كتير على كل الأصعيدة يعني إن كان من دراسة أو حتى من عمل فهي الصورة النمطية عند أهلينة بصراحة أنه أنت إذا ما معاك شهادة فأهو أنت ما لح تقدر تعمل أي شيء علما أنه أنا شخصيا موضد الشهادة أبدا بالعكس أنا كتير بحب الدراسة ولازم إنسان يدرس يتسقف يتعلم ياخد شهادة طبعا لكن ما بدنا نرسم صورة نمطية إنه إذا أنت شخص ما درست معناته أنت إنسان فاشل أنت ما لح تقدر تفتح بيت أنت ما لح يكون لك أي شيء أبدا بالعكس في كتير أشخاص فعلا ما كان معهم شهادة بس هنين هلأ عندهم رؤوس أموال ضخمة ومتل ما أنت حكيت بالنهاية كان يلي بدو يدرس أو يلي بدو يشتغل بالنهاية هنين هنين هدفهم هو المادة هدفهم المال بصراحة فينا نقول تقريبا 95% من هذو الأشخاص بالضبط بالضبط هن هدفهم المادة فأنا شخص كتير كتير يعني بصر على هاي الفكرة أنا ما عندي استعداد أدرس 3 سنين و4 سنين وأنا بعرف حالي لح أطلق آخر شيء توظف كموظف راتب محدود وعيش عليه عشر سنين وعشرين سنة مثلا هاي الفكرة بتضرب على عصبي كتير سبحان الله من أنا يعني نوعا ما من أنا وصغير ممكن كان عمري 15 أو 16 سنة كنتفكر بهذا الشيء ما حب أنا بحب الإنسان يلي مثل ما بيقوله دخله ماله محدود ممكن يكون خلينا نقول باليورو ألف يورو ممكن يكون عشرة آلاف ما في مشكلة بس ما يكون أهم شيء دخلك محدود أنت مقيد بهي الوظيفة إذا تركت هاي الوظيفة إذا تبحث عن وظيفة تانية هذا الموضوع أنا شخصيا ما بحبه أبدا طيب عمار أنت قدرت تقنع أهلك قدرت تستورد كمان من سوريا لألمانيا ضاعب حيث أنه تبيعها بألمانيا وتحاول تتروج للفكرة طيب عمار أنت هنا ما كنت بتعرف حدا كرمال أنه الشركة الشركة تبعك صر لازم لزيدك من الشعر بيت أنا أول ما نويت أني أشتغل بالعطور أو جيب فأنا عندي بالمدينة اللي أنا عايش فيها عندي معارف كتير أكيد يعني أصدقاء معارف هي مدينة إسن طبعا ففي عندي أصدقاء مميح طبعا بشكل عام بكل ألمانيا أكيد عندي أصدقاء يعني أنا شخص اجتماعي من أنا وصغير كتير في حيب أتعرف على العالم يعني وعندي معارف كتير في أصدقاء كتير مقربين هناك كتير وفي معارف بشكل عام يعني بتجمعنا علاقات طيبة أو ممكن زيارات عادية يعني وفي أصدقاء أكيد كتير كتير بيننا علاقات قوية فأنا وقت نويت استشرت بعض الناس حبيت أني مثل ما بيقولوا جسد نبض أنه شلون ممكن يكون الأقبال على الموضوع فبصراحة كتير كتير ناس حذروني قدولي لا شو بدك فيها شغلي متعبة في كتير ناس فتحت يا أخي هون عطور هون في كلمة بيقولوها بالألماني لهدون الأشخاص اللي دغري مباشرة أول ما تحكي لهم على فكرة جديدة أنت متحمسلة وشايف النجاح بعيونك وبتقل لهم عليها وهنهم بيحبطوك وبينزلو لك من معنوياتك اسمهم يعني هدون الناس اللي بيمصو لك الطاقة الإيجابية اللي عندك ياها واللي أنت حابب تعمله فتخيل هدون من الناس اللي أنت شفتم بالضبط وكنت أنا صراحة متوقع هذا الشيء أكيد لكن سبحان الله الإنسان دائما بيحب يتونس برأي غيره بيحاول بس في ملاحظة صغيرة حابب أولها لهون إذا كان في فكرة برأسها برأيي أنا لا تقول إلا للشخص اللي بتسق فيه برأيه ويعني بتعرف أنه بحب الأكل الخير في كتير أشخاص سبحان الله فعلا هنين مجرد بيحبوا يعطو طاقة سربية مجرد بيقولولك لا أنت معلح تنجاح لا أنت في كتير ناس اشتغلت فيها ومن هاد الكلام أنت طبعا فيك تنصحه فيك تقول له أنا بقترح عليك تعمل هيك لكن بدك تقرب له شغلات الإيجابية بدك تعطيه حلول بدك تساعده بهذا الموضوع مو بدك تقول له لا في كتير ناس اشتغلوا لا ما لك مصلحة طيب أنت ما معك راسمال أنت شو بدك تعمل فأنا سألت بعض الناس وكانت للأسف مثل ما قلت لك أنا كتير قليل من الناس اللي شجعوني على الفكرة فأنا سبحان الله ضليت مصرع على هالفكرة قلت لا بدي جرب أنا مو ناقص نشي خصوصا أنه أنا شخص يعني نحنا كنا نشتغل بالتجارة والبيع والشياء فأنا مثل ما فيقوله أنا ملزين أنا بعرف أحكي ابن سو ابن سو مثل منقول بسوريا بالشام ابن سو تماما تماما أنه أنا بعرف أحكي بعرف أخذ عطمة على زبون كذا أقنعهم ومكيمة لفضاعة فما كان عندي أي خوف من هذا الموضوع فوقت اقترحت على أهلي ووافقوا بعتولي كمية كتير قليلة يعني قلنا لحالنا تجربة كمان هذا التفكير يعني ممكن يكون سليم لو عن ما فقلنا من جرد فالحمد لله يعني عن طريق الإنترنت أكيد كمان الفيسبوك مساعد كتير كبير سألت عن شركات شحن وما شابة فحكينا مع شركة وقال ابن شحن لك من سوريا لهون ما في مشكلة فوصلتني لبضاعة وأول مرة بيوصلوني الزيوت العطرية تحديدا غمرتني فرحة كتير كبيرة كتير يعني رجعتني عن جد هيك سبع أو ثماني سنين لورا بشكل كتير كبير سبحان الله حتى بدون مبالغة شميت ريحة سبحان الله أخي في يون أو ريحة المحل عن جد العطر زكرة سبحان الله فمبسطت كتير كتير بوقتها ومباشرة والله أول من شور اسكورتان عن فيسبوك كان كتير بسيط أنه سلام عليكم يا جماعة أنا وصحتي العطورات وأنا هلا عم اشتغل بمدينة إسن أنا عم بيع أونلاين فقط يا لي بحب أهلا وسهلا فكانتك تجربة كتير كتير بسيطة والبداية جدا بسيطة بس نحن مشال حتى أي شخص حابب يفتح مشروع بألمانيا يعني أنت مثل ما عم تقوله مثل ما عم بفهم من كلامك استخدموا منصات تواصل اجتماعي لأنه عن طريقة بتوصل لكل الناس هيكل هنت حابب تقوله مية بالمية بالنسبة للفيسبوك أو أو الانستجرام أو حتى اليوتيوب بس أكتر شيء للبيع هو الفيسبوك والانستجرام كتير بصراحة مهمين للترويج اللي بضعتك ولأنك تبدأ عمل حر مثلا بيعطوك هن الدافع كتير كبير فأنا بنصح فيهم مليون بالمية يعني وأنا أساسا شغلي لحد الآن ما زال هو أونلاين فقط أنا ما عندي محل يعني الحمد لله أنا فقط لهلأ مبيعي كلات أونلاين على الفيسبوك وعالانستجرام فبدايت شوي شوي بالبيع ووالله صار في شوي الطلبات وشفت أنه فيه إقبال من الناس طبعا أنا مثل ما قلت لك بعرف أنه المصدر اللي عندي كتير قوي ومنافس يعني هاي فكرة كتير مهمة كمان أي شخص بده يبلش بموضوع تجارة إن كان ألبسة ولا عطور ولا أي شي أي شي تمام بده يكون واسق أنه عنده مصدر منافس من ناحية السعر ومن ناحية الجودة فأنا كتواسق من هذا كتير ومرتاح منه ما عندي فيه يعني ما بعمل أي تفكير أو ما عندي إنه ينشغل بالي بهذا الموضوع لأنه أنا بعرف المصدر الحمد لله موجود وكله تمام فكان فعلا اللي يجرب يقتنع يشوف السعر مقبول جدا والجودة كتير عالية فبعد ما بلشت بهذا الموضوع لقيت أنه الموضوع ممتاز إن شاء الله لحيمشي معي أكيد مثل ما أنا بدي لكن أنا بقى بحتاج خطوة تانية خطوة أقوى بصراحة ولازم بعد أنا فكرت بيني وبين نفسي إنه يمكن لحالي ما أقدر أكمل فيها لأنه مثل ما بتعرف ألمانيا نوعا ما صعبة شوي لأنه بلد الأوراق في كتير أوراق في كتير يعني متل ما بيقول ألمان شتريس ضغط تفكير فسبحان الله أنا قلت إذا بدو ينجح مشروعي ما لح أحمله لحالي لح هون بألمانيا سبحان الله وكان جدا قريب مني يعني قريب مني بقصد بطبعه وبتفكيره كتير فشاب أديب طبعا شريكي وأنا اعتبره أخي يعني منرجوه للتحية تمام يعني هلأ أنا بفهم من كلامك أنه أنت لحتى وصلت لهذا المشروع اللي اللي أنت بمخه بلشت فيه لحالك أول شي حبيت تتجرب إذا حيمشي أو لا وبعدين وتحسيت أنه هذا المشروع فيه منه أمال فأنت قلت أنه أنا طاقتي المادية ما بتكفيني لحالي فلذلك أنا حابب دور على شخص يكون بيقدر يحمل معي حمل وبنفس الوقت حمل معنوي وحمل جسدي وحمل مادي بنفس الوقت تماما حكيتي اللي كنت بدي أحكي بالضبط أنا دورت على هذا الشريك مو بس مشان المادة أكيد المادة الشيء كتير أساسية طبعا لازم بس سبحان الله هون فعلا في ضغط كتير كبير بالحياة فبدك شخص تاني يكون واقف معك في نسبة بموضوع الشغل تحديدا يعني عمار أنا بدي أفهم منك نقطة مهمة أنت كتعم تشتغل هذا الشغل كله ياته وعم تحاول تأسس عملك وتقيم وتحط وتحاول تلاقي كمان حتى للشريك يعني هذا كله ياته بياخد وقت وبياخد تعب وبياخد تفكير وانت بتعرف بس بنفس الوقت أنه أنت عندك شيء تاني لازم تعمله في عندك أنت عايش بألمانيا لازم تتعلم اللغة لازم تأمن وضعك بحيث أنه الشغل اللي أنت عم تشتغله بالنهاية يقدر يأمن لك حياتك بدون ما أنت بدون ما أنت تكون متكل على الدولة يعني الناس اللي بتعرف في هذا الموضوع أنه تكون الشخص في كتب العمل فبيطلب منه دائما يكون أنه هو تعلم اللغة يكمل اللغة لحتى يوصل للهدف تبعه ومشاء الله حتى يروح يشتغل ومن هاي الشغلات كلا يأتي فبالنهاية مكتب العمل ما بتركك بحالك عمار شو عملت أنت بحيث أنك توفق بين هاي النقطة اللغة والشي اللي عم يطلب منك مكتب العمل وبنفس الوقت كمان تقدر توصل للهدف تبعك اللي هو الشركة اللي بدك تفتحها بألمانيا تماما هلا أنا بهذا الوقت اللي عم نحكي عليه تقريبا كنت مخلص يعني أنا لغة تقريبا قاطع فيها شوط منيح تعلمت فيها منيح فبيصفة مثل ما تفضلت هو موضوع الجوب سنتر مكتب العمل وحاولت أنا رحت يعني مثل ما بقولوا كمان جسيت النبض وستفسرت من النون فلقيت أنه فيها وشعة رأس كتير كبيرة ليش؟ لأنه مثل ما حكينا ألمانيا بلد الأوراق وقدون بكل مرة كشفت حسابات وأوراق وفي حسابات كتير كبيرة اللي معايش بألمانيا ممكن ما يحس بهذا الشعور أو ما يستوعب الكلام يعني تابعنا بس بتعيشك بحالة ضغط رهيبة بتوصل أحيانا صدقا بدون كذب أنه أنت أحيانا ما بتقدر تنام الليل يعني إحنا بس بدنا نوضح النقطة أنا أحيانا عندي هذا الشعور أنه في كتير ناس بتعيش مثلا ببلاد عربية أو بسوريا حتى بتفكر أنه الشخص اللي عايش بألمانيا هو شخص عم يتأمله أكله شربه وأجار بيته وما عنده أي هم ولا أي شي بينكد له عايشه طبعا إحنا ما بدنا نقارن أبدا مستوى المعيشة بسوريا بمستوى العيشة بألمانيا ولكن الضغط الموجود على هدون الأشخاص اللي عايشين بألمانيا واللي لازم يكملوا ولازم يتعلموا اللغة ولازم 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 كتير في شغلات لازم تعملها أكتر وكتير من الشخص العربي أو الشخص السوري اللي ما له عايش بألمانيا واللي ما بيقدر يتخيلها فبالنهاية أنا بديعك بس إنه كرمال أنت الشخص اللي ما لغا عايش بألمانيا تخيل أو بأوروبا تتخيل هاي النقطة هذا الشخص هذا مكتب العمل اللي عم يعطيني مصاري هو رب العمل تبعي بالزبط وهو اللي عم يطلب هو بيطلب مني أشياء معينة أنا لازم أعملها فمثل كأني عم بشتغل ولا شو رأيها تماما 100% مثل ما أنت تفضلت نحنا ما عم نقارن من خلال الحديث تبعا اللي كنا عم نحكيه وانشفت أنا أنه فيه كتير مثل ما بيقوله واجع راس اللي حيصيبني قررت انتخذ الخطوة اللي أنا شخصيا بكرها بس مشبر عليها أني أنا لحروح أشتغل دوام كامل أطلع من الدولة بأسرع وقت لحروح أشتغل بالسيكوريتي تطلع أصدق من مكتب العمل تماما من مكتب العمل لأنه أنا وقت لمست أنه إن شاء الله شغلي بالعطر لحيمشي وممكن أسس شغل حلو لكن أكيد بده وقت لأنه بالنهاية أنا أبلش براسمال جدا بسيط وجهة شخصية تماما بدون دعم أي حدا يعني جهة شخصية مني ومن شريكي فقررت قلت مشان ما أدخل بدوامة الأوراق مع الجوب سنتر مع مكتب العمل فقلت أنا لازم أطلع من مكتب العمل بأسرع وقت فرحت عملت دورة أسبوع بالسيكوريتي يعني كون في محاضرات وتعريف شوي عن القوانين وشو بيحق لي وشو ما بيحق لي فكانت هي أسبوع كانت تكلفتها 400 يورو دفعتهم مني مكتب العمل حتى رفض يدفع ليهان أنا طلبتهم قال لا نحنا ما من مويل هيك شي فدفعتهم مني ورحت ساويتها ومباشرة قدرت لقي عمل عن طريق كمان شريكي لأنه هو بيشتغل نفس الشغلة تمام يعني عمار أنت عملت مثنا بيقولوا الشي اللي أنت ما بتحبه كرمال تكمل الشي اللي بتحبه يعني أنت شفت أنه المكتب العمل لح يسبب لك أرهاق دائم بأنه يقول لك ايه هذا الشغل اللي أنت عم تعمله لحالك هو شغل منيح ولكن ما بيخليك تعيش منه فنحنا بدنا ياك تعمل تشتغل هيك وهيك وهيك لأنه بالنهاية مكتب العمل بيوم من الأيام لح يضطر يفرض عليك عمل أنت لازم تاخده لأنه مع لأنه أنت تكون استنفذت كل الشروط التسهيلية فأنت عمار أنت حبيت باغت المكتب العمل قبل ما هو يباغتك وقلت أوكي لح روح واشتغل الشغل تبع بالأمن ومع أني ما بحبه مع أنه شغله وقته طويل ومع أنه شغل آسي كتير بس بنفس الوقت أنا من خلال هذا الشغل فيني كمّل شغلي بالضبط مثل ما بيقول المثل يعني وجع ساعة ولا كل ساعة فأنا قررت أني معلش بعتبر الشغل بالدوام الكامل هو بالنهاية أكيد ما له تعذيب أو عزاب أو حد عم يقتلني طبعا لا بس أنا ما بحب أني أشتغل عن حدا لكن وقت لقيت أنه لوصل لهدفي الكبير اللي هو إن شاء الله صير تاجر فعلا بالعطور هم بأوروبا بعلمانيا تحديدا فقلت أنا بطلع بشتغل شغل كامل بحال أني اشتغلت شغل كامل فمكتب العمل ماعد له علاقة فيني مثل ما هم معروف طبعا بصفة فقط الفينانس آمت اللي هي دائرة الضرائب هي اللي إليها علاقة وبتنظم موضوع الراتب وموضوع التجارة وأنه الضرائب يعني كيف هي بدأت تحسبون لكن مكتب العمل ماعد بيكون له أي علاقة فأنا فعلا صدقا من وقت ما طلعت من مكتب العمل حسيت براحة كتير كبيرة مشكورين ما حدا يفكر أنه كمان في ناس تقول أم تحكوا عليه هون هدول عطوكم هدول كذا لا أبدا بالعكس تماما نحن الحمد لله قدرنا نأسس شوي باللغة ونفهم شوي البلد بعدين خلص يعني بيقول إنسان حاجة أنا لازم بأشيء طريقي لحالي بدون أي مساعدة والحمد لله فعلا أنا مباشرة موضوع الشراكة قالت له أنا حابب أجيب كمية أكبر وأنا معي المبلغ البسيط الفلاني فيك تشاركني النص بالنص قال لي طبعا الحمد لله ما رفض نهائيا ومباشرة توكلنا على الله وقالنا لحن بلش وفعلا جبنا تاني دفعة كانت أكبر طبعا نحن هنخلي كل الروابط للتواصل مع عمار إذا أنتو حابين جربوا العطورات اللي هو بيعملها أنا شخصيا كمان باخد منه العطورات وعطوراتهم من أيام سوريا كانت كمان كتير كير منيحة فأنتو عايشين بألمانيا وحابين جربوا العطورات تبع عمار بتركوا لكم روابط تحت فيكن تتواصل معوا على صفحته على الإنستغرام أو على الفيسبوك وفيكن تطلبوا منه الشي اللي بتكون هي يعني أنا بشوف أنه أي شخص حابب يأسس مشروع بألمانيا لازم يسمع هذا البودكاست كرمالي يشوف أنه أي شخص مننا أي حدا ممع مصاري ولا ما عنده علاقات ولا ما عنده أي شي ممكن يساعده أن يأسس مشروع جديد لازم يسمع هذا البودكاست بشان يشوف أنه عمار حتى مع هاي الشروط اللي كان الشروط السيئة اللي كانت عنده مع هيك هو قدر يطلع من مكتب العمال قدر يفتح المشروع اللي بده وفي النهاية يعني عم يعمل عم يعمل الحلم اللي حلمه بيوم الأيام حقيقة عمار شلون بتشوف الشركة وحياتك من هون لسنة نحن عم نشتغل ليلة نهار أنا والشركة على هذا الموضوع وحاطين هدف إن شاء الله أنه يعني بنهاية 2020 إن شاء الله لازم يكون اسمنا واصل فعلا لكل ألمانيا نحن هلأ الحمد لله في عنا ناس حتى بتاخذ من هولندا من نيمسا حتى على السويسرا والسويد والنروج تقريبا شحننا لأغلب دول الأوروبية بفترة وجيزة حققنا اسم كتير حلو فعلا الناس يتواصلوا معنا يقولوا اسمكم نواصل اللي عنا في عنا بعض زباين جملة كمان بفترة وجيزة درنا نحقق هذا الشي فإن شاء الله تقريبا بسنة أنا بتوقع إن شاء الله نكبر أكتر من هيك وفي فكرة كمان إنه ناخد محل أكيد من هون لنهاية السنة إذا استمر الوضع مثل ما نحن مخططين وأنا مثل ما اللي هلأ أنا شايفك طبعا أنتم مستمعين أمو شايفين ولكن عم تسمعوه مثل ما أنا شايف والعمار هلأ متأكد مية بالمية إنه هو اللي حيوصل للشي اللي بده يا لأنه هو عم يكافح ويحاول بكل جهده إنه يوصل لهذا الشي فأنا بتمنى لك كل التوفيق بتمنى أنك بوقت وجيز تحقق كل الأهداف اللي أنت حطتها لـ 2020 أنا مبسطت كثير بالمقابل اللي عملتها مع عمار وتعلمت منها شغلات كثير مفيدة بتمنى أنه أنتو تكونوا كمان تعلمتوا شغلات مفيدة للمشاريع اللي أنتو حابين تفتحوها بألمانيا وقدرنا نعطيكم جرأة أمل أنا عامر بتمنى تضلكم بخير استنونا بالحلقات الجاية سلام